أهلا ومرحبا بمتابعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات مدونة أفوك تيم حلقة اليوم إخواني الكرام سنحاول أن نخصصها لتيمة جديدة وهي مراجعة الأجهزة في حلقة اليوم سنحاول فتح هذا الهاتف ثم معرفة ما بداخل هذه العربة وكذلك سنحاول إعطاء رأينا حول هذا الهاتف إخواني الكرام إذا أردتم معرفة المزيد حول هذا الموضوع متابعة وهذه الحلقة وإن كانت هذه أول مرة تشاهدنا في حلقات مدونة أفوك تيك فلنرجو الضغط على زر سبسكريب ليس لكم جديد هذه القناة وكذلك إن أعجبكم موضوع فلا تسو الضغط على زر لايك نلتقي بعد قليل مرحبا بمتابعين الكرام في هذه الحلقة التي سنحاول فيها مراجعة هذا الهاتف الذي تشاهدنا وأمامكم وهو هاتف أن فينيكس هوت أربعة هذا الهاتف يأتي بمستشعير البصمة وهو كما تشاهدون به عدة مميزات سنذكرها لاحقا إخواني الكرام في هذه الأولى سنحاول فتح هذه العلبة واكتشاف ما بالداخلات ثم فيما بعد أو بعد ذلك بعد فتح العلبة سنحاول ذكر أهم الخصائص التي يأتي به هذا الهاتف وكذلك سنعطي رأينا في هذا الموضوع وسنقوم الآن بفتح ثم نلاحظ هذا هو الهاتف الذي تشاهدناه أمامكم إخواني الكرام بهذه العلبة وهو هاتف به بطارية غير قابلة للإزالة كما تشاهدون هذا اللون الدهبي به عدة ألوان أخرى من ضمنها اللون الأسود كذلك هذه هي بعض الأوراق التي تأتي معها وهي أوراق نضعها جانبا ثم ننتقل إلى السماعة من لون الأبيض كباقي السماعات جودة جيدة ثم ننتقل إلى هذا الكابل وهو كابل الشاحن ثم سننتقل إلى هذا الشاحن من شركة فينيكس كذلك بواحد فاصلة خمسة أمبير خمسة فولت هو شاحن جيد كان من الأحسن أن يكون إثنان أمبير لكي يدعم الشاحن السريع إخواني الكرام نلتقي الآن إلى مواصفة هذا الهاتف وهو هاتف أنفينيكس هوت اس كما تشاهدون إخواني الكرام هذا الهاتف يعتبر من ضمن الفئة المتوسطة المواصفات وكما تشاهدون في الأمام نجد كاميرا أمامية بتمانية ميجا بيكسل وبدقة سبعمائة وعشرون بيكسل كذلك نجد سماعات وكذلك فلاش الأدي في الأمام أما في الأسفل نجد أزرار اللمس أما في الجهة اليمنى إخواني الكرام نجد زر الباور وكذلك أزرار الفوليم وفي الأسفل نجد عفوا مدخل اليوسبي وكذلك المايك والسماعة الخارجية في الأعلى نجد مدخل لسماعة وفي الجهة اليسرى نجد هذا المدخل وهو مدخل لشريحتي اتصال أو شريحة اتصال واحدة مع ذاكرة تخزين خارجية ننتقل الآن إلى ظهر الهاتف نجد به مستشعر للبصمة وكذلك فلاش الأدي وكاميرا ب13 ميجا بيكسل وبدقة 1080 HD حجم الشاشة 5.2 إنش وبدقة HD الهاتف يأتي بنظام أندرويد مارشميلو وبواجهات XOS كامليون النسخة الثانية كما أن الهاتف يأتي بمعالج أوكتا كور ومعالج رسومية من ميرا فيزيون ذاكرة التخزين كما تشاهدون إخواني الكرام وهي 16 جيجا بيت أما بالنسبة للرام فتأتي ب2 جيجا في الرام البطارية غير قابلة للإزالة وبسعة تأتي بسعة 3000 ميلي أومب كذلك الكاميرا الخلفية 13 ميجا بيكسل والكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل ننتقل الآن إلى سعر الهاتف وهو تقريبا 150 دولار هذا الهاتف جيد وبمواصفات متوسطة شيئا ما إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم إخواني الكرام نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم إن كانت لديكم أي أسئلة في هذا الموضوع أو موضوع آخر فالمرجو وضعها في التعليقات وإن كانت لديكم أي اقتراحات آراء حول مواضيعنا فالمرجو كذلك وضعها في التعليقات ولتحقوا بصفحتنا على الفيسبوك أفوك تيك وإن كانت هذه أول مرة تشاهدنا في حلقة مدوانة أفوك تيك فالمرجو الضغط على زر سبسكرايب ليصلكم جديد القناة والحلقات التي نقوم برفعها إن أعجبتكم الحلقة إخواني الكرام فالمرجو الضغط على لايك ونلتقي في حلقات قاربة إن شاء الله وفي تقنيات من تقنيات مدوانة أفوك إلى ذلكم والحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته